أهلا بكم مشاهدين إلى فقرة ضيف الغرفة في التعاملات اليومية وأثناء الوقوع في مشكلات يجهل الكثير صبل حل هذه المشاكل وفاك النزاعات في حين أن الاستشارة القانونية تمثل إحدى أليات المساعدة على حل المشكل ووسيلة لتحريك الدعوة القضائية في عدد اليوم سنتحدث رفقة الأستاذ عائشة زميد محامية لدى المجلس عن الاستشارة القانونية وأهميتها في الحياة اليومية إلى جانب أليات تحريك الدعوة القضائية صباحك يا سعيد أستاذ زميد صباح خير زهرة شكرا لك وشكرا لقناة البلاد على هذه الاستشارة العفو أولا أستاذ ما هي الاستشارة القانونية؟ الاستشارة القانونية هي رأي فني يقدمه مختص في القانون عادة مختص في القانون يكون سواء محامي أو موثق أو الشخص الذي يملك الصفة القانونية لتقدم هذه الاستشارة إذا تحدثنا عن الاستشارة في القانون الجزائري هل عندها تعريف ربما في هذا القانون؟ لا الاستشارة القانونية لم يكن تعريف في هذا القانون ولكن يوجب أن تقدم من طرف أشخاص مختصين في المجال إذا أراد شخص ما إذا أراد مثلا مواطن معرفة أمر ما إلى من يلجأ؟ عادة المشكلة أنه في المجتمع الجزائري المواطن الجزائري لا زال لا يملك ثقافة الاستشارات القانونية يعني عادة واحد يكون عنده مشكل قانوني يلجأ إلى المواقع التواصل اجتماعي يلجأ إلى أشخاص في الشارع يلجأ ولكن يفترض أنه يلجأ إلى مختصين استشارة القانونية سواء تكون شفوية سواء تكون كتابية أو تكون إلكترونية يكفي أن يلجأ المواطن إلى الشخص المختص في المجال القانوني ليقدم له استشارة مناسبة التي تتعلق بالقضية أو المشكلة التي يوده طرحها نعم وما هي أهمية الاستشارة القانونية في حياتنا اليومية؟ الاستشارة القانونية هي ربما تمهيد لأرضية معينة قبل اللجوء إلى النزاع وقد تكون أثناء النزاع وقد تكون أثناء تنفيذ حكم قضائي الاستشارة القانونية قد تختصر علينا مسار طويل من الإجراءات أيضا قد تجنب المواطن الكثير من الأخطاء التي قد يقع فيها حتى وإن كان هذه حق فقد يقع في أخطاء إجرائية تكلفه فقدانه النهائي لهذا الحق لما نرجع أيضا الاستشارة القانونية لأنه لدينا نوعين من القضايا وهو سؤال الذي كنت سأطرحه هل الاستشارة القانونية أنواع؟ نعم استشارة القانونية أنواع سواء من ناحية شكل قلنا أنه استشارات شفاوية يعني يقدم للشخص يقدم له استشارة بطريقة شفاوية استشارات كتابية وعادة هذه التي تقدم في مكاتب المختصين ونقول أنه مكاتب المحامين وتكون في مسألة فنية معينة ومع تطور التواصلات الإلكترونية والتعامل الإلكتروني فهناك أيضا استشارات إلكترونية تعمل إليها أيضا شركات تجارية مثلا لما نرجع أيضا من حيث الموضوع فهناك ممكن أن نعطي تسميات للاستشارة يوجد استشارة أحادية والتي تقدم في موضوع عام مثلا يومنا قاعدين في بلاتون تنقش في موضوع معين نقدم لك أنا كمختصة في القانون نقدم لك استشارة في موضوع بصفة عامة وهناك استشارات موجهة التي تقدم بصدد وقوع وقائع معينة يرجع المواطن إلى المختص من أجل توجيهه في هذه المسألة أو تكون أثناء قيام نزاع معين فهنا تكون استشارة موجهة وتكون مسألة فنية دقيقة جدا وهل الاستشارة القانونية تكون دائما في مكتب المحامات؟ طبعا استشارة أضمن وأكثر أمانا لما تكون في مكتب مختص لما نقول مختص يعني حتى من حصلش الاستشارة في مكتب محامي رغم أنه أكثر الشخص اللي عنده تواصل مع الأشخاص ويقدر يقدم هذا النوع من الخدمات ولكن تكون أضمن لما تكون في مكتب محامي وتكون بختمه لما تكون مكتوبة وتكون بختم تكون تعطي ضمان وتعطي أمان لهذا المواطن وهل الاستشارة القانونية ضوابط ربما لها ضوابط خاصة؟ الاستشارة القانونية الضابط الوحيد أنها يجب أن تقدم من شخص مختص لما نرجعنا مثلا لما نروح مواقع التواصل الاجتماعي عادة أن نشوف أشخاص يقدموا مشكلتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي كل من هب ودب ليقدم استشارته هذا فيه تغليط كبير هذا فيه حتى لما شخص يفقد حقه لا ربما حتى يروح لعدلة يقول لك العدلة لم تنصفني ولكن في الحقيقة أنه لم يأخذ استشارة صحيحة من مختص وبالتالي أضع على نفسه استفاء حقه بصفة صحيحة نعم ربما لابد أن ننتقل إلى الدعوة العمومية حينما نتحدث عن الدعوة العمومية في القانون الجزائري كيف يحرفها؟ الدعوة العمومية أولا قبل ما نحكي عن الدعوة العمومية نفضل أن نحكي عن الدعوة القضائية بصفة عامة يعني لما نخذ استشارة راح توجهنا كيف نسير في الدعوة بصفة عامة ولكن يوجد هناك نوعين من دعوة هناك الدعوة المدنية بما فيها الدعوة الإدارية وهناك الدعوة الجزائية الدعوة المدنية تكون في النزاعات ولكن تقسم حسب التخصصات هناك القضاء التجاري، القضاء المدني، القضاء الاجتماعي، الإداري وهناك لما تكون هناك جريمة يجريمها القانون نروح للدعوة العمومية الاستشارة كيف تؤثر على الدعوة المدنية؟ هناك بعض القضايا التي تستوجب إجراءات خاصة مثلاً لما نهدر على الدعوة الاجتماعية العامل يلجأ إلى مكتب المصالحة مكتب المصالحة هناك يقدم طلباته يجب أن يقدم طلبات صحيحة لهذا نحن نؤكد دائماً على أنه يلجأ إلى المحامي إلى استشارة محامي قبل اللجوء إلى مكتب المصالحة بمحضر عدم المصالحة يتم رفع دعوة الاجتماعية إذا كان محضر المصالحة مثلاً نعطيها على سبيل المثال إذا كان محضر المصالحة في أخطاء أو لم يطالب بأحدى حقوقه فهنا يروح على نفسه فرصة المطالبة بها في دعوة مثلاً هناك لما نروح للدعوة الإدارية الدعوة الإدارية مربوطة بأجال يقدر الشخص مثلاً يبلغ بقرار يستهزى أنه لا يروح للإستشارة أو أي شيء يضيع على نفسه أنه يروح له حقه نهائياً في الدعوة الإدارية لما نروح للدعوة العمومية التي هي تحرك بمناسبة قيام جريمة معينة حسب جسامة هذه الجريمة الدعوة العمومية تحرك عن طريق جهاز النيابة العامة ولكن هناك طرق يمكن بها تحرك دعوة العمومية عادةً لما نهدر على طرق تحرك دعوة العمومية عادةً الشخص المتضرر يذهب إلى الضبطية القضائية سواء شرطة أو الدرج يقدم شكوى يسمع على محضر وتقدم هذه الشكوى إلى وكيل الجمهورية التي يتخذ فيها الإجراءات المناسبة سواء بتحرك دعوة العمومية ما تتأكد أن هناك جريمة قائمة أو بحفظها إذا رأى أن الأفعال أو الوقع التي قدمت لا تشكل جريمة أيضاً المشرع الجزائري في هذا الباب فتح مجال للمتضرر أنه مباشرة هو ما يباشر دعوة العمومية سواء عن طريق النيابة بمجرد استدعاء أستاذة زميت الدعوة العمومية حين نباشرها يعني حين مباشرة الدعوة أمام المحكمة هل لا بد أن نباشرها أمام المحكمة أم هناك جهات مختصة يمكن الوجوء إليها هذا ما تترقت له في الحين يعني عادة قلنا أن الدعوة العمومية يلجأ المتضرر إلى الضبطية القضائية من أجل تحرير الشكوى ولكن مباشرة الدعوة العمومية مربوطة بجهاز النيابة العامة ولكن هناك حالات أنا رحنا لجهاز القضاء يعني تحرك على مستوى القضاء مستوى القضاء ولكن هناك حالات منحها القانون على سبيل استثناء يمكن للمتضرر مباشرة تحرك دعوة العمومية أولا عن طريق استدعاء المباشر في بعض الجرائم التي نصى عليها المشريح في المدى 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والتي تذكر على سبيل المثال وليس الحصر يبشر المتضرر من جريمة معينة مباشرة دعوة العمومية ويتقدم إلى سيد وكي جمهورية من أجل استدعاء الطرف الآخر مباشرة أمام المحكمة وهنا يتم تحديد كفالة والسيمة التي تتسم بها هذا النوع من الإجراء أنه إجراء سريع يعني مباشرة أنك تدفع كفالة تحدد لك جزاء مباشرة أمام المحكمة هناك طريقة ثانية من أجل تحرك دعوة العمومية وهي الوجوء أمام سيد قاضي التحقيق بناء على إجراء الإدعاء المدني المباشر وهنا تقدم الشكوى على مستوى قاضي تحقيق عميد قضاة التحقيق الذي يدرس القضية ويحدد الكفالة أيضا من أجل تسريع الإجراءات ويتم فتح ملف جزائي بخصوص القضية المقدمة بها الشكوى ربما حتى نبسط الفكرة للمشاهد يعني كيف يحرك دعوة قضائية الخطوات ربما الدعوة القضائية أولا نقسمها إذا كانت دعوة مدنية هناك في كل تخصص إجراءات خاصة وهنا نرجع إلى دور الاستشارة القانونية يعني يجب قبل عفع الدعوة قضائية عادة أنه ربما في الدعوة ربما لما نطرق إلى تخصص مثلا شؤون أسرة شؤون أسرة ترفع بطريقة عادية ولكن بعض التخصصات تحتاج إلى إجراءات خاصة إلى طرق خاصة إجراءات وطرق خاصة لابد أن يتخذها المتضرر لمباشرة هذه الدعوة العمبية أو دعوة القضائية بالطبع هي أنه إجرائيا ليس إلزاميا أنه توكل محامي على مستوى المحكمة لمباشرة إجراءات قضائية ولكن مدم ليس إلزاميا توكل محامي فهنا الأفضل أنه تأخذ استشارة من عند محامي حتى لا تضيح حقك الاستشارة ستكون بمبلغ ربما جد رمزي وبالتالي تضمن حقك في الجهة المدنية أما في الجهة الجزائية وتحرك دول عمومية فهنا قلنا ما استولح عليه أو ما أصبح عليه العادة أنه المتضرر من جريمة وأكد على الجريمة أنه من جريمة معينة يلجأ إلى ضبط القضائية ولكن يمكنه اللجوء مباشرة إلى سيد وكي الجمهورية أو بإجراءات خاصة نص عليها القانون وهي الاستدعاء المباشر وإدعاء المدينة أمام سيد قاضي التحقيق أستاذ زميد ما هي الجهات المخوى لها تحريك دعوة عمومية؟ الجهات المخوى لها تحريك دعوة عمومية هي النيابة والنيابة فقط ولكن كاستثناء في بعض الجرائم تحركها النيابة بطريقة آلية وهي منصة عليهم مدى 337 في الاستدعاء المباشر وهناك خمس قضايا ذكرت على سبيل المثال وليس الحصة أما استثناء الثاني وهو أنها تحرك على مستوى عميد قضاة التحقيق مباشرة بناء على إجراء الإدعاء المدني المباشر وهل من قيود ربما تكبح عمليات هذه رفع الدعوة العمومية؟ يوجد نوعين من القيود أولا لما تودع شكوى أمام سيد وكي الجمهورية أو حتى أمام قاضي التحقيق يجب أن تكون لديها الصيغة الجزائية يعني لازم تكون هناك جريمة قائمة بحد ذاتها حتى إذا مشت الدعوة يمكن رفضها بناء على أن الوقائع تشكل وقائع مدنية وليس جزائية هناك استثناء آخر فيما يخص القضايا الاقتصادية التي نص القانون على بعض القيود وهي تحركها بناء على إذن أو بناء على جهات مختصة معينة وليس من المتضرر مباشرة أستاذة يعني بالنسبة للإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوة القانونية هل هناك إجراءات قانونية؟ أو لو فصلت لنا في بعض الإجراءات القانونية حتى يفهم المشاهد هذه الخطوة؟ لو نفصل في الإجراءات القانونية ربما سنطلق إلى كل دعوة وخصوصيتها لما نهدر على القضاء الإداري يجب أن يكون هناك قرار إداري ويجب إحترام الإجراءات بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي يمتاز بها القضاء الإداري لما نروح للدعوة التجارية هناك أيضا استحداث إجراء الوساطة لما نروح أيضا للدعوة للقضاء الإجتماعي هناك استوجاب أنه يجيب العامل محضر على المصرحة أو حتى الشركة المستخدم لنقول الشركة لأنه قد تكون شخص معناوي أو شخص طبيعي المستخدم يجب أنه يكون هذا المحضر عدم المصالحة الذي يعرض أمام مفتشية العمل كإجراء أولي وبالتالي بعدها نروح للقضاء الإجتماعي لما نروح أيضا للدعوة العمومية هناك بعض القضايا التي تستوجب الوساطة القضائية من طرف وكيل الجمهورية يعني خاصة أن بعض القضايا التي عفو الضحية يوقف المتابعة وبالتالي هناك إجراء استوجبها المشاريع الجزائري أنه وكيل الجمهورية يعرض الوساطة على الطرفين حتى من نروحوش إلى غاية المحاكمة إذا كانت طرفين تردوا بيناتهم حبسوا الإجراءات إذا ما تردوش بيناتهم نروحو إلى المتابعة الجزائية الجزائية أستاذة كذلك بالنسبة للعريضة الكثير يجهل ما هي العريضة وكيفية الإقدام عليها ولا العريضة هي السرد مختصر للوقائع التي تخص النزاع فقط ونشكرك جدا على إثارة هذه النقطة لأن بعض المواطنين أو بعض الأشخاص يقول لك لا أنا عريضة نكتبها في الدار ولا نروح أن تكاتب عمومي ولكن يجهل أن هذه العريضة هي الواجهة النزاع دياله يعني لا ما تكفيش أنه نعرضه فقط الوقائع ولا وشسره ليست عريضة إنشائية هي عريضة قانونية تتضمن الوقائع التي تموس مباشرة بالنزاع تتضمن المناقشة القانونية أو الطرق أو الآليات الدفاع القانونية التي يستقدم بها حقه وبالتالي متى كانت العريضة صحيحة متى كانت بناؤها القانوني صحيح تزداد نسبة ربح القضية للشخص الأستاذة غائشة زميت كقانونية ما هي النصائح التي تقدم لها للمتقدين النصيحة الأساسية هي أنه حتى وإن شاف المواطن أنه لا يجب أن يذهب إلى المحامي لا يجب أن يأسس المحامي على مستوى المحكمة لكن يكفي بمبلغ رمزي أنه يتقدم عند المحامي يطلب استشارة قلنا استشارة سهلة جداً سواء كانت شفاوية كتابية بطريقة إلكترونية يطلب استشارة تامة من طرف محامي بخصوص قضية معينة هذا يحميه يعطيه طمأنينة ويخليه أنه يبشر إجراءاته بطريقة صحيحة يضمن بها حقه وما يكونش معرض إلى أنه يخسر قضيته بموجب إجراءات شكلية ربما نقول بسيطة وتافيها يعني أنه كان يستعمل المصطلح العام يقول حاجات جيحة تقدر تخسر الواحد القضية ديالي يعني هيكفي أنه يلجأ إلى استشارة صحيحة لدى مختص في القانون يعني نبعد على الاستشارة الإلكترونية لأنه أغلبها أغلبها وليس ما نقش كلها ولكن أغلبها خاطئة وحتى وإن قدمت لك استشارة صحيحة في نقطة معينة لكنها سيغلطك في نقطة معينة هذا الخسائر رح يتحملهم الشخص بحديداته ولما نقول إلى الدعوة العمومية أو إلى مباشرة الإجراءات ما بعد مرحلة ما بعد الاستشارة يعني يفضل أيضا مباشرة الدعوة عن طريق محامي لأن هناك نصوص قانونية خاصة هناك نصوص يجب أن تتم عن طريق مختص وهو المحامي الذي سيضمن لك حقوقك خاصة إذا كان أيضا طرف الآخر لديه محامي متمكن قد تخسر القضية أيضا من ناحية شكلية ولهذا نأكد ونعاود أنه لا يوجد أحسن من شخص مختص في القانون لمباشرة إجراءاتك القانونية وهو كذلك أستاذة غائشة زميت المحامية والناشطة الحقوقية نشكرك على كل هذه الإرشادات والنصائح التي قدمتها للمشاهد شكرا لك مشاهدين إلى هنا ينتهي موعد بكم عفق لضيف الغرفة نلتقي بعد الفاصل